شكرا لاختياركم قناة تقارير عزيزي الأخبار الرياضية سنسعد بعجبكم بالفيديو واشتراككم بالقناة خلفت المباراة الويدية بين المنتخب الوطني الجزائري وشقيقه الجنوب الأفريقية خلفت رودة فعل واسعة في الإعلام المحلي والعربية الذي يسبب في الحديث عن رفق ياسين إبراهيمي واستعرض ضد الأرقام الإيجابية من التربس التحضيري الذي قاده النخب الوطني فراديمير بيتكوفيتش يول مرة منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر الإعلام التونسي كان المدح أيضا ليسين بن زيكا العائد لصفوف المنتخب الوطني والذي تمكن من تسجيل هدف جميل ورائع جدا خلال الويدية الأخيرة ضد البفانا بفانا يقال أنه مرشح لجائزة بوشكاش 2014 هدف ممتس هدف عالمي أكد لك الكالي تلك كبيرة متاع اللعب عرفش يعمل ظهر كالا ديفونسور وهذا كما حبهو حطها بالسيق لسار شوف حكينا قبل كابتن على تعيين بيتكوفيتش مدرر بالمتخب الجزيري ينجح لك كيفاش كيفاش من الحقيقة شوف شوف شتان بين هكا وهكا سور دو ماتش شوفنا للفضاية حتى المتخب التونسي يسور دو ماتش شوفنا الحقيقة نقلة في المتخب الجزيري نقلة نوعية على جميع المستويات شوفنا الثقة الكبيرة مش مش جيه النوم بيتكوفيتش على الدفاع عنده مشكلة في الدفاع لكن شوفنا نقلة نوعية شوفنا الجوار شوف كاليتي موجودة مع الكنفيانس ياسين إبراهيم الرجاع بعد غياب عمين عمين هو الذي غير وجه الجزائر اللاعب وحده غير المنظومة بكل الزامة جديدة عمورة أخذ ثقة أكثر بنزي الرجاع نبيل بنطالب وجه آخر كما قلت المشكلة في الدفاع أكيد أكيد المدرب يزم يارقى كارثة كارثة باللقسة يزم يارقى الحلوث فما يحذر رخصة فما شكون أصيب شو اللي تغيره ياسين إبراهيمي غير وجه المنتخب الجزائري 180 درجة 180 درجة ما هو وإحنا قلنا معناه هو خسر عمين وبالماضي يخسر معه عمين فهمتني خسر معه عمين معناه ما عيتلوش معناه اللي يريده في المباراة مشو قل لك معناه كأنه معناه مشووري كأنه عمر 25 كما قال بيتكوفيتش هو كان موفي وفيه للمقييس اللي حتها باش الاختيار لاختيار اللاعبين قال أن العمر لا يهمني همني النجاعة والأداة والإضافة أعطاه إضافة كبيرة معنا الجزائر كانت في حاجة إلى هذا اللاعب مؤسفات اللاعب اللي باش هو يوجه اللعب باش يعطي هو نصق اللعب هذا هو معناه فهمتني هذا هو اللي تغير بالنسبة لي أنا في المباراة بالرغم اللي اللي رأوا عندهم المنتخب الجزائري صحيح عنده الكرة يلعب ولكن مشكلته كي يخسر الكرة هذه المشكلة حتى مع وقت بالماضي مشكلة الدفاع مشكلة الكرات الثابتة مشكلة كبيرة فهمتي عنده خدمة كبيرة فع خدمة كبيرة مع مش مش يخدمه ولكن يزبه خط المدرب المنتخب ما عندهش الوقت بش يخدم كيما مدرب يعني عنده حل شو الحل بش يحسن من الفريق يبدى اللي ملاعبية اللي يقوموا بالأخطاء بملاعبية آخرين يقوموا بأقل أخطاء لا أكثر ولا أكثر به